الرحمن الرحيم جماهير شعبنا الشامخ وشبابه الوفي وحييكم تحية الوطن الغالي تحية الثورة المجيدة السلام عليكم ورحمة الله ورمضان مبارك عليكم جميعا نؤكد لشعبنا الحبيب أن ثورته ستظل حية وفي أيدي واعية وصادقة وأمية وغوية وأن الدولة تعمل في تجانس وتناغم تامين وأن الدولة والثورة المجيدة أغوى من أي وقت مضى وأن غوتنا مستمدة من شباب الثورة الجواسر وغواتنا المسلحة الوفية الأمينة وبكل صغى نقول لكم إن أهداف الفترة الانتغالية هي نصب أعيننا وتنير لنا الطريق ونمضي في اتجاه تحقيقة بخطأ ثابتة وواسعة وإن إرادة السلام أغوى عند الجميع ولولا الظروف الصحية لكنا نحتفل به الآن كما نؤكد إن العدالة الانتغالية والمساواة بين أبناء الوطن الواحد وإصلاح الغوانين والخدمة المدنية والعسكرية غطعت أشواط كبيرة وطيبة كما أن لنية الطوارئ الاقتصادية بدأت فتح مشاعر الأمل لتحسين معاش الشعب الوفي وبدأت خطوات جيدة في اتجاه تعافي الاقتصاد السوداني كان لزاما علينا في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة عن نواصل العمل ليلا ونهارا لرفض لجنة الطوارئ الاقتصادية باسترداد إمكانيات ومغدرات الشعب التي نهبت لتوظيفها بالشكل الصحيح الذي يخدم خطط اللينة الاقتصادية ومحاربة الفساد لفتح الباب للاستثمار الوطن الشريف والنزيه واستشراف آفاغ الاستثمار الأجنبي بخلق بيئة جاذبة وخالية من كل أوجه الفساد والمفسدين للمحافظة على مصالح البلاد وعظم الإضرار بالمستثمرين الأجانب خاصة أشقائنا في الدول العربية الذين كانوا يعانون من فساد الحقبة الماضية والمبادة بغير الرجعة بإذن الله نؤكد لشعبنا العظيم إن جميع اللجان في مختلف المستويات والحكومة التنفيذية تبزل غصارة جهدها وأن مؤسسات الحكم الانتغالي والتحالف الحاكم إعلان الحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية وشباب الثورة في لجان المغاومة ولجان الخدمات والتغيير وغريباً غوى الكفاح المسلح جميعنا يد واحدة لإنجاز مطلوبات الفترة الانتغالية مهما كانت التضحيات التحية لشعبنا العظيم ولشبابه الأوفياء ولجان المغاومة التي تغدم السند للجنة إزالة التمكين التحية للغواطة النظامية الوفية التي تدعم اللجنة دون كلل أو ملل التحية لجيشنا الأبيض ملائكة الرحمة وهم يخوضون حرباً ضد الكورونا يغدمون الأرواح وفاءاً لشعبهم التحية لغناديل العطاء شهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله ياسر العطاء رئيس اللجنة في البدء نترحم على أرواح شهدائنا أبناء دارفور العزيزة وعلى هذه الدماء التي سالت في هذا الشهر الكريم وندعو كل أبناء الوطن الواحد لضبط النفس والتعايش وللطراحم والتفاكر في هذا الشهر وندعو أيضاً الغيادات السياسية والأهلية وغيادات العمل المدني للاطلاع بدورهم في نبز الاقتتال وأن يكونوا جنباً إلى جنب مع أهلهم هذه الحقبة من الاقتتال يجب أن تنطوي لأنها صنعت بنظام خلق هذا التباغب بين أبناء الشعب الواحد وخلق الصراع على الموارد الشحيحة نحن في لجنة إزالة التمكين نعرف أن هذا المال المنهوب إنعكس على كل ما يحدث في هذا الوطن عندما أرى هذه الدماء العزيزة تسيل في هذا الإغليم الحبيب أعرف أن هذه المواردة التي اقتتل عليها أهلنا البسطاء سببها أن الغلة استأثرت بهذه الأموال نحن مهمتنا في لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو لا تنفصل من استدباب السلام والوئام الاجتماعي في كل الوطن بأن يحس جميع السودانين أن هذا الوطن وطنهم جميعاً وبأن هذه الأموال المستردة يجب أن تسهب لبناء المدارس ولتشييد الطرق ولإغامة العيادات البيطارية وللمساهمة في العملية الإنتاجية هذه الأموال يجب أن تعود إلى أهلها نحن في المستويات السلطة الثلاثة أو في الغوة السلاسة التي تشكل المرحلة الانتغالية في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وغوة الحرية والتغيير اتفقنا على مصفوفة بها عدد من المهام واحدة من هذه المهام دعم لجنة تفكيك التمكين عبر تعديل غانونها إلى الأغوة وهذا سوف يتطرق إليه بالشرح الوافي لأستاذ ودي صالح المحامي ولكن نقول أن هذا الغانون يحطي هذه اللجنة صلاحيات كاملة في استرداد كل الأموال المنهوبة وقد عرف الاسترداد نفسه لذلك عندما نسترد أي مال منهوب فإن هذا الفعل فعل غانوني وعندما يقول الناس أن هذا الأمر سياسي نحن لا نستحي أن نقول أن هذه اللجنة اللجنة موكلة لها محام سياسية واسمها تفكيك نظام التلاتين من يونيو وكل شخص ارتبط بهذا العد البائد يجب أن يعرف أن هذه اللجنة ستطاله هذه اللجنة وفغا للصلاحيات الممنوحة الكاملة لها ستستدعي كل شخص لتسأله من أين أتى به هذا المال وعلى الشخص أن يثبت من أين أتى به وكل مال نبت من سلطة فلجنة التمكين أولا به نحن من هذا المنبر نوجه الرسالة لمنسوبين نظام البائد وللمسؤولين في هذا النظام الحالي بأن الممارسة السياسية غد اختلفت وأن عهد استيلاء المسؤولين على أموال الضعفاء غد ولها من غير الرجعة ومن هذا المنبر نأدعو كل المسؤولين لأن يكشفوا عن إغرارات الزم المسجلة لأن ما شهدناه في العهد السابق وما نشهده بصورة يومية شيء مخصي عندنا تجد شخص موظف في الدولة يملك 30 أو 40 أو 50 بناية تتجاوز طوابق العديدة فهذا يعني أن العملية لم تكن فزاد وإنما نهبا منظما أدعو جميع المسؤولين وأبتدئ بنفسي لنشر إغرارات الزم المسجلة التي سلمت للنيابة في هذا الإطار أولنا محمد الفكس ليمان عضو مجلس السيادة أملك مسكن منزل في الإسكان الشعبي إسكان الصحفين مربع 20 وقد جهسته للسكن ومنزل رغم 903 زوجتي فاطمة محمد عبد الكريم تملك قطعة أرض بمنطقة الجريف شريك اشترتها من حر مالها بعد أن استغالت من عملها في إحدى شركات الاتصالات بعد عشر سنوات من العمل من العام 2006 إلى العام 2016 كما متبقى برصيد حسابي 20 ألف ريال كانت هي عبارة عن 39 ألف بعد أن تغحت من العمل أو فصلت من العمل بإحدى الصحفة الخليجية كان لدي 39 ألف ريال سددت منها 19 ألف ريال لديوني وتبقت معي 20 ألف ريال سجلوا هذا الأمر ونتحاسب بعد ثلاث سنوات هذه اللجنة مهمتها غير استردادا لكرامتنا استرداد صغة أبناء الشعب في المسؤولين والغايمين على أمرهم عندما تكون في الشارع السوداني يقول لك إن المسؤولين فاسدين والسابيغين نهبون والغايمين سينهبون أبدا لله لننهبوا ويجب أن لا نسمح لهم بأن ينهبوا هذه الأموال ويجب أن نراغبهم بعين الغانون وبعين الإعلام الحر لأن الممارسة السياسية الرشيدة هي التي تسترد صغة أبناء الشعب في مؤسساتهم السياسية انفضل الناس من المؤسسات السياسية وانفضلوا من العمل العام لأن العمل العام مليء بالتجريم وبالتخوين وبخطوات الفساد وهذا من راس حقبة مظلمة من السرغة والنهب المنظم يجب أن نسترد صغتنا في مؤسساتنا ويجب أن نسترد صغتنا في منظماتنا المدنية ويجب أن نسترد صغتنا في أحزابنا ويجب أن نطهر صفوفنا من جميع الفاسدين وعلى كل شخص أن يكشف معه بزمته هذه اللجنة أيضا تتعرض إلى حرب إعلامية منظمة أنتم شهدتموها جميعا مزيد من الأخبار المفبركة تنشر بإسم اللجنة إعلان عن مؤتمرات كاذبة إعلان عن أسماء سترد في الملفات وتكتب الغصص حول هذه اللجنة وتنشر هناك غرف خصصة لحرب هذه اللجنة وتنسج الحكايات وتقول أن في اليوم الفلاني سوف يتم محاسبة فلان الفلاني وعندما تقول اللجنة تكشف ما عندها يقول ألم نقول لكم أن هذا الشخص محمي من الشخص الفلاني كل هذه أكاذيب لا يوجد شخص محمي ولا يوجد شخص بعيد من يد الغانوم وهذه اللجنة مفوضة بإسم الشعب وتستمد غوتها من الشارع السوداني ومن ملايين الذين يتابعون هذا المؤتمر الصحفي الآن نحن لدينا السغل كاملة في نفسنا بأن لا يستطيع أحد أن يلوي زراع هذه اللجنة لأن اللجنة التي تكون محمية من أبناء الشعب جميعا تدرك أن الشعب هو سندها لذلك لا تسمحوا للناس أن ينسجوا هذه الأخبار الكاذبة لأن هذه اللجنة هي سيفكم ودرعكم ولا تضع هذا الدرع والسيف ولا تضيعه الغصص التي تنسج حول اللجنة مفهومة بالنسبة لنا محاولة أسطرة العاملين في اللجنة الذين يصهرون في اللجنة ينالون المتح وتعظم شخصياتهم لأن السودانيين ينرونهم أبطال وحقيقة الذين يصهرون في المنتمر الصحفي ليسوا هم الأبطال الأبطال الحقيقيين هم الذين يغرؤون آلاف ملفات يوميا ويسجلونها ويستخلصوها واللجانة الغانونية التي تبحث في كل هذه الملفات ويواصلون العمل بالليلة والنهار أنا أسجل لهم صوت الإشادة الحقيقية لأنهم هم الذين يجعلوا هذا العمل منكلا ويجعلون نحن في المنصة لنقدمه في لمسات آخيرة الحكايات التي تجعل هذه اللجنة أيضا شيء كبير هي رغبة السودانيين المتطاولة في الحصول على العدل السودانيين ظلموا كثيرا طوال الثلاثين سنة السابقة رووا الشحص الغبر يتطاولون في البنيان وأتوا من مناطق بعيدة ونسوا أهلهم وبنوا العمارات وتزوجوا مسنى وثلاثة وربع وركبوا الفارهات وكل هذه الأشياء خلقت غبن شديد لذلك الناس يجعلون من هذه اللجنة جزء مركزي من حكاياتهم ولكن يجب أن لا يزغلوا عليها يجب أن يستمدوا أخبارهم الرسمية من صفحتها الرسمية ونحن سوف نشر هذه الصفحة في صفحاتنا هذه الصفحة بدأت أعملها بالفعل وهذه اللجنة هي الصفحة هي غناتنا الوحيدة لإيصال المعلومة أيضا هناك مشكلة أساسية تواجهنا عندما نعلن أن هناك شخص سقد استردينا منه هذه الأموال مباشرة تخرج الحكايات أن هذا الشخص يملك عشرات العمارات لم تسترد يملك مئات المصانع كل هذه الأشياء عندما نتحدث عن شخص واحد ونقول أنه استردينا منه 99 قطعة ليس هذا يعني أننا طوينا ملفه أبدا هذه بداية الملف ولكن نحن لا نأخذ مثلا نمسك الشخص ونقول أخذنا كل ممتلكاته أبدا نحن ندرس الملفات نعلك مئة قطعة أرض كيف حصل عليها لم يستطيع الإجابة على هذا السؤال كيف تم تخصيصها له لم يستطيع إثبات ذلك في نهاية الأمر وفغل لخطوات غانونية محددة نحن نسترد هذا المال فبالتالي عندما نعلن عن اسم لا يعني أن هذا الاسم أننا استرددنا كله حدد من الأسماء ستعود إليكم في جولات وجولات وسوف تشهد اليوم أحد الأشخاص الذين تحدثنا عنهم في مرة سابقة سيعود المرة هذه أيضا معنا وسوف نستمر في دراسة ملفاته أيضا البعض يحاول أن يصور لجنة إزالة التمكين باعتبارها أنها تحلل يقول لك يا أخي ذيل سيشخد منهم حاجاتهم وحيمشوا وهذه المعلومة غير حقيقية طبعا عدد من الذين استردين منهم هذه الأموال موجودون الآن في السجون وسوف يعاكموا بتهمة استغلال مناصبهم للحصول على هذه الأموال وأيضا سنطالبهم باسترداد الأموال التي صرفوها إذا شخص حصل على فندق أو حصل على مستشفى أو حصل على متجر أو حصل على أي شيء ممتلكات الحكومة واستخدمه لمدة عشرين عام نحن سنطالبه بإيجار هذه الأعوام لأن هذا ملك للشعب السوداني ولن نتركه وفوق ذلك سوف يواجه الغانون السوداني والنائب العام الآن تحت غبضته عدد من الموجودين في السجن واستردين منهم الأموال وسوف يتم حاكمتهم هذه الأموال. ليست للتحلل وإنما لاسترداد الأموال التي خصصت بصورة إدارية والتعجيل بإعادة هذه الأموال التي نهبت بصورة منظمة وفغا لغانون وفغا لرأي والتصور سياسي. إنما يقول الناس إن هذه اللجنة سياسية نحن لا نستحي أبدا من هذا الأمر. هذه اللجنة خلقت لإنهاء وقومت لإنهاء حقبة سياسية مظلمة. نتمنى أن لا تعود مرة أخرى. أيضا سوف لاحظنا أن المؤتمرات الصحفية طبعا غير كافية للإجابة على كافة تساؤلاتكم. المؤتمرات الصحفية نحن بنجي نقول كلامنا ونمشي. لكن في الأيام الغادمة سوف تواصل معكم اللجنة عبر برامج تلفزيونية وبرامج إزاعية. ونحن مستعدين لتغبل كافة أسئلتكم والمعلومات التي بحوزتكم وطموحاتكم وتصوراتكم لتطوير اللجنة عبر صفحتنا. تغاصلوا مع اللجنة عبر صفحتها. إذا عندكم أي أسئلة تريدوا الإجابة عليها. نحن مستعدين في أي وقت في طار الشفافية وتمليك المعلومة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم شهر مبارك إن شاء الله اللجنة لديها كثير من الملفات وهناك لقام متخصصة وهناك بعض الجهات الحكومية تعمل معنا في تحقيقات وملفات خاصة بجميع جرائم الفساد التي تم ارتكابها منذ 1989 وغدت ترجى الناس أن يكون هناك مؤتمر صحفي أسبوعية نحن نرى أن هناك كثير من الملفات وكثير من الأعمال ستستمر لطيلة فترة الثلاثة عوام القادمة وستستمر العمل بعد ذلك لأن هناك كثير من الملفات وتحتاج إلى زمن ودراسة وإلى تحقيقات تصل إلى استدعاء الأفراد لمعرفة تفاصيل كثيرة جدا والملفات متشابكة ومترابطة هي مجموعة محددة استأثرت طيلة الفترة بعمليات فساد واضحة وعمليات منظمة لنهب الدولة السودانية ونهب خيرات وممتلكات الشعب السوداني قراراتنا اليوم عدل قرارات من ضمنها هناك كانت لجنة تسمى بلجنة التخلص من الفائد وهذه اللجنة تخلصت من مشاريع ناجحة ومشاريع كبيرة في السودان وهناك عدد من القرارات صدرت في التخلص من هذه المشاريع وتم هذا بترتيب معين وتم تسليم هذه المشاريع لأفراد غير سودانيين أجانب وكانت مسائل مقصودة لأن هذا التفاف كما رأيتم النقل النهري كانت هناك شركات أجنبية وهناك كثير من المشاريع والقرارات نحن لا نستعقل في إصدار القرارات لأن هناك جهات خارجية ترتبط بهذه الشركات لها دول فبالتالي نتأمنى في اتخاص بعض القرارات لكي لا يشوب علاقتنا مع هذه الدول بعض سوف العلاقات أو سوفهم لهذه الملفات لأنه جامل نحن نقصد الجانب السوداني والجانب الحكومة التي كانت تمارس الفساد من رأس النظام البايد قرارات اليوم يعني في قرار هناك مهم جدا يتعلق بالفندغ الكبير الذي يعرف بالجران هوليدي فيلا هو طبعا القرار استنادنا على نص المادة 7 الفغرة 1 واو داش نون من قانون تفكيك النظام 30 يونيو 1989 وإزالة تمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020 ومنقررات لجنة إزالة تمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نظر القرار الآتي نصه إنهاء العقدة المبرم بين اللجنة الفنية التي تصرف في مرافق الغطاء العام وشركة جران هوليدي فيلا الخرطوم المحدودة والمتعلق بإيجار وتأهيل وترقيد إدارة الفندق الكبير سابقا ثانيا ترد حيازة وإدارة الفندق لحكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا على ديوان المراجعة القومي الشروع فورا في مراجعة حسابات فندق الجران هوليدي فيلا الخرطوم للفترة من تاريخ العقد في 22 سبعة 1999 حتى تاريخ صدور هذا القرار وفقا لقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 رابعا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ توقيع الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطر عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة طبعا الفندق هو الفندق الكبير وهو فندق من أول فندق في السودان يكاد يكون ومبني على طراز جيد وفي شارع النيل هذا الفندق فيه أكثر من 165 غرفة تم إيجاره في الأول بحوالي مبلغ 180 ألف دولار في بداية العقد لمدة 10 سنين وتعدل إلى أن وصل 360 ألف دولار يعني معدل الغرفة في اليوم أقل من 5 دولار أو 6 دولار في اليوم وتم إيجاره لشركة النبية على الشركة أن تدفع العملة بالدولار لكن للأسف الشديد الشركة منذ 2013 تدفع بالعملة المحلية وهناك عايد 3% من الإرادات لم تحصل من الشركة وأيضا هناك 5% من نسبة الأرباح لم تحصل فبالتالي تم الإخلال بالعقد وكان هناك على الشركة يجب أن تؤهل الفندق ليكون فندق خمسة نجوم ولكن للأسف الشديد لم يتم التأهيل وكان هناك عمليات واضحة من كانوا في اللجنة الفنية ليكون العقد بهذا الطريقة وطريقة مجحفة في حق دولة السودان القرار الثاني إنهاء عقود شركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات استناد على نص المادة 7 والفغرات ألف واو ونون من قانون تفكيق النظام 30 من يونيو 1989 وإزالة تمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020 وفقا لسلطات اللجنة إزالة تمكين ومحاربة الفساد واستداد الأموال نظر القرار آتي نصه أولا إنهاء العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات والخاص بتشغيل صالات كبار الزوار بمطار الخرطوم الدولي ثانيا إنهاء العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات والخاص بتشغيل صالة الدرجة أولى ثالثا إنهاء العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي المحدودة وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات والخاص بتشغيل كافتير صالة المطار المغادرة واحد رابعا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار ووضع التنفيذ توقيع الفريغ الركن ياسر عبد الرحمن حصر العطى وعضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة طبعا شركة ساس هناك من قبل كان شركة تعرف شركة كومون وكانت هناك قضية رائع عام وفساد واضح في عهد النظام البائد وكانت هناك خلافات واضحة وهذه الشركة تمتلكها أفراد وهم يمثلوا أجهزة الأمن الشعبي في ذلك الوقت وهو معروف بكبال عبداللطيف وآخرين ومن ثم بعد ذلك تم تأسيس شركة أخرى باسم شركة ساس وهي لها شراكات مع بعض الشركات تمتلك أجهزة الدولة ولكن الشركة تعمل دون أن تدفع مقابل تلك العقود لنصيب الحكومة السودانية وهناك مخالفات تصل لملايين الدولارات لم يتم تحصيلها لأن الشركة متنفزة ومن هم عليها متنفزين قرار أيضا حل مجالس إدارة الشركات ومؤسسات استنادنا عن نص المادة سبعة الفغرة ألف واو داش نون من قانون تفكيك نظام السلسين من يونيو ألف وتسعمائة وتمكين ووزالة التمكين لعام الفين وتسعتاشر تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستدادة أموال نظر القرار آتي نصه أولا حل مجلس إدارة الشركات الآتية شركة مطارات السودان القابضة شركة مطار الخرطوم الدولي شركة المطارات الولائية شركة المطارات والمقاولات والتشييد شركة هندسة المطارات الاستشارية المحدودة شركة أكاديمية السودان للعلوم والتكنولوجية الطيران ثانيا على الجهاد للصلة وضع القرار وموضع التنفيذ توقيع الفريغ الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو بقل السيادة ورئيس اللجنة طبعا هناك مجالس إدارة لشركات عديدة تعمل مع شركة المطارات القابضة وبها متنفذين وأيضا للإسراع في تعيين مجالس إدارات جديدة لتقوم بتنفيذ خطة تطوير المطارات القادمة أيضا هناك قرار استنادا على المادة أربعة الفغرة واو المادة سبعة والفغرات واحد واو داش نون من قانون تفكيك النظام 30 يونيو 1989 ويزال التمكين لسنة 2019 وتعديل سنة 2020 وفغة للسلطات اللجنة زال التمكين ومحاربة الفساد نصدر القرار آتي نصه أولا إنهاء خدمة سهير إبراهيم أحمد عبد الله مدير عام بنك النيلين المكلف ثانيا إنهاء خدمة أسامة عطى جوارة مدير فرع بنك النيلين فرع أبو زبي طبعا إصدار طبعا اللجنة توقيع الفريق الركم ياسر عبد الرحمن حاصل عطى رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة طبعا هناك فساد واضح في قطاع البنوك والقرار هذا تم إصداره لأن هناك معاملات فساد واضحة في بنك النيلين وتقع على مدار الساعة فلوقف هذا النزيف المستمر في قطاع البنوك قررنا أن نصدر هذا القرار وهذا طبعا كما في الاتماع القبل وعد السيد الرئيس المناعب وقف أي فصل للعاملين إلى بعض رمضان لكن لضرورة المسألة والضرورة المرحة خلتنا نصدر هذا القرار ونبعدكم بأننا نستمر وهناك كثير من القرارات سيتم إصدارها في الأيام القادمة وخلال شهر رمضان وهناك نحكف على ملفات عديدة ونشكر أيضا جهات عديدة في الدولة منها وزارة العدل وديوان النايب العام لتخدمهم تحقيقات وملفات عن فساد حدث في الفترة الماضية ونحن نتابع معكم على أن نصدر قرارات يعني الشعب السوداني ظل ينتظرها وسيكون هناك الكثير والكثير في الأيام القادمة شكرا مساء الخير رمضان كريم نترحم على أرواح الذين صغطوا في نتيجة النزاعات في قليم دارفور ونتمنى أن نتنمى السلام أرضي على الوطن في هذه العام اللجنة واصلة عملة ونؤكد أنه عمل اللجنة جميعا مستندة إلى قانون التمكين والقانون التمكين متوافق ما جاء في وصيخة دستورية في إزالة التمكين نظام السلسين واليونيو وإزالة التمكين نظام السلسين واليونيو ليس فقط مخصور بود الذين أفسدوا في خياهب السجون بل استعادة ما نحبوه خلال السلسين عام نتيجة لاستقلال السلطة أو نتيجة للفساد أو نتيجة للعلاقات الاجتماعية فمحام اللجنة ستواصل في استرداد كل أموال الشعب السوداني الذي تم نحبوه وكل أمليات التمكين الذي تم ولم يعيقنا أو يخيف في طريقنا أي شيء ونستمت قواتنا من روح السورة ومن الوسيقى الدستورية وكذلك من أمل ملايين من الشعب السوداني الذين يتطلعون لوطن متعافي من نظام السلسين واليونيو قرار رقم مئة تمانية وتزين استرداد أخارات استنادنا للمادة أربع الفقرة ثلاثة والمادة سبع من قانون تفكيك نظام السلسين من يونيو الف وتزمية وتزمية وتمانين وإزالة التمكين لسنة عالفين وتسعة عشر تعديل سنة عالفين وعشرين ووفقا لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصر أولا تستردى الأخارات المبينة أدناه من ملاكها المسجلين لصالح وزارة المالية والتقطيط الاقتصادي واحد القطع رقم سبقمية تمانية وستين على واحد مربوع الباخر والبالك مساحتها واحد واشرين فدان بوينت تلتمية وتزاعتاش فدان من أبدالله حسن أحمد البشير القطع رقم خمسمية قمسة واربعين مربع تزا كعفوري القرطوم بحري ولاية القرطوم والبالك مساحتها سبقمية وكمسين متر مربع من محمد حسن أحمد البشير وفاطمة عبدالقفار حسنين ويوسف محمد حسن أحمد البشير وهند محمد حسن أحمد البشير وحاجر محمد حسن أحمد البشير وسارة محمد حسن أحمد البشير القطع رقم تزمية تمانية وستين مربع تزا كعفوري القرطوم بحري ولاية القرطوم والبالغ مساحتها 550 متر مربع من أحمد أبض الله حسن أحمد البشير ومحمد أبض الله حسن أحمد البشير ولبنى أبض الله حسن أحمد البشير والبشير أبض الله حسن أحمد البشير ونور الحدى محمد الشفي وحب أبض الله حسن أحمد البشير ومونة أبض الله حسن أحمد البشير ومروة أبض الله حسن أحمد البشير القطع رقم 966 مربع تزع كافوري القرطوم بحري ولاية القرطوم البالغ مساحتها 550 متر مربع من سديك حسن أحمد البشير القدع رقم 6 940 مربع تزع كافوري القرطوم بحري ولاية القرطوم والبالغ مساحتها 550 متر مربع من مروع أبض الله حسن أحمد البشير وأحمد أبض الله حسن أحمد البشير وحيبة عبد الله حسن أحمد البشير ولبنة عبد الله حسن أحمد البشير والبشير عبد الله حسن أحمد البشير ومونة عبد الله حسن أحمد البشير ونور الشفي محمد ومحمد عبد الله حسن أحمد البشير ثالثا تسجل على قارات محل القرار بإسم وزارة المالية والتقديد الاقتصادي على الجهات ذات الصلة ودى القرار موضع التنفيذ الفريق رك ياسر عبد الرحمن حسن عاطة ودو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة هذه القطع بتخص أخ المخلوح أمر حسن أحمد البشير أبد الله بشير ومسجل بأبنائه جزء منهم قصر وكل هذه القطع نتيجة لأعمال التمكين واستقلال السلطة وعلاقته بالرئيس المخلوب أيضا قرار رقم 199 استنادا على المادة 4 فقرة 3 والمادة 7 من قانون تفكيك نظام الثلاثين منينيو وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020 وفقا لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار رعاية نصح أولا استرداد الأخارات المبينة أدناه من ملاكه المسجلين لسالح وزارة المالية والتقديد الاقتصادي واحد القطع رقم 3 مربع 14 حي كافوري القرطوم والبالغ مساحتها 3217 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله ومحمد إبراهيم أحمد أبضله ومصطفى إبراهيم محمد أبضله اتنين القطع رقم 510 مربع 4 حي كافوري والبالغ مساحتها 1500 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 14 مربع 11 كافوري القرطوم بحري والبالغ مساحتها 1600 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 353 مربع 11 كافوري والبالغ مساحتها 1080 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 23 مربع 14 حي كافوري والبالغ مساحتها 1080 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 93 مربع 11 حي كافوري القرطوم بحري والبالغ مساحتها 1200 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 97 مربع 11 حي كافوري القرطوم بحري والبالغ مساحتها 1400 متر مربع القطع رقم 576 مربع 38 حي الوادي والبالغ مساحتها 300 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 311 مربع 63 حي الوادي القرطوم بحري والبالغ مساحتها 400 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 633 مربع 1 حي كافوري والبالغ مساحتها 960 متر مربع القطع رقم 296 مربع 11 كافوري والبالغ مساحتها 540 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 352 مربع 11 حي الوادي والبالغ مساحتها 540 متر مربع من نور الدائم إبراهيم أبضله القطع رقم 254 حي الوادي والبالغ مساحتها 535 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 641 مربع 2 مدينة النورة مضمان حي أبو سيد ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 540 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 895 مربع 6 أبو عدم الخرطوم ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 310 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 780 مربع تزا حي كافوري القرطوم والبالغ مساحتها 839 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 888 على 1 مربع سوق تزا حي كافوري القرطوم والبالغ مساحتها 225 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 1171 مربع 2 مدينة النور من ضرمان حي أبو سيد ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 630 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القطع رقم 1170 مربع 2 مدينة النور من ضرمان حي أبو سيد ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 641 متر من نور الدائم إبراهيم محمد أبضله القدع رقم 6 مربع سوق 11 حي كافوري القرطوم بحري والبالغ مساحتها 323 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبد الله القدع رقم 808 على 4 مربع سوق 9 حي كافوري والبالغ مساحتها 300 متر مربع من نور الدائم إبراهيم محمد أبد الله ثانيا تسجل على قارات محل القرار باسم وزارة المالية والتقديد الاقتصادي ثالثا على الجهاز زغط السلة وضع القرار موضوع التنفيذ الفريق رقم ياسر عبد الرحمن حسن عطا أدو مجلس السيادة رئيس اللجنة من صدر في حقه القرار نور الدائم إبراهيم محمد أبد الله وأيضا استفاد من علاقته بأسرة رئيس النزام المقلوب وهو زوج شقيق أسرة رئيس النزام المقلوب وكذلك استاثر بالسلطة وكذلك سراء فاحش في امتلاق أراضي وممتلكات كثيرة سوء نتيجة للفساد ونتيجة للتمكين ستواصل اللجنة عملهم هذه ليس كل ما يملكون ولكن جزء يسير وسنواصل حتى نستريد للوطن كل ممتلكاته ونستريد للوطن آفاته شكرا جزء السلام عليكم كله عنكم بخير ربنا يحميكم ويحمي شعبنا ويتمم عليكم الصحة والعافية في هذا الشهر الكريم ونتمنى أن ينقضي هذا الشهر ونحن نكون غد حرنا هذا الوباء الذي كبلنا وكبل مغدرات شعبنا ونتمنى الشفاء العاجل لكل من أصيب بهذا أداء حقيقة نحن في اللجنة نريد أن نؤكد بعض الأشياء أولا نحن نعمل وفق قانون وهذا الغانون يتطلب مننا التحري ثم التثبت ثم التحليل المعلومات والبينات إجراءات كثيرة إلى أن نصل إلى مرحلة إصدار الغرار ومن ثم إعلان هذا الغرار الذي تتوصل له اللجنة ولذلك نقول أنه يعني ليس بالضرورة أن يكون لدينا مؤتمر صحفي بشكل يعني ممكن نقول في يوم سابت ولكن متى ما اكتملت الملفات التي أمامنا أو جزء منها ورأينا أن نخرج بهذه القرارات سنخرج ولكن لن نتعجل على الإطلاق قبل أن نستيغن تماما بأننا قد عملنا وفقا للقانون وفقا للإجراءات التي تكفل سيادة حكم الغانون ورد الحقوق إلى أصحابه وإزالة حقيقة إزالة التمكين وإزالة التمكين مسألة دستورية تم النص عليها في الوسيغة الدستورية وبالتالي نحن يجب في هذه اللجنة أن نعبر عن هذه الوسيغة الدستورية ولذلك القانون حينما صدر صدر القانون مكملا لهذه الوسيغة الدستورية لأن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هو هدف من أهداف هذه الثورة تم النص عليه في الوسيغة الدستورية وبالتالي الذين يتحدثون بأننا نعمل بلا قانون وبأننا نتشفى نحن نعمل وفقا للقانون الذي صدر متوائما مع الوسيغة الدستورية أصحاب المصلحة وأصحاب الغرض يكررون في هذه الأيام ويشيعون الكثير من الشائعات بأن اللجنة بها خلافات وبأن هناك عدم توافق وبأن اللجنة بها كثير من الإشكاليات وغيرها من المسائل نحن نؤكد في اللجنة أولا أننا نعمل وفق القانون وليس وفقا لأهوان الشخصية وبالتالي حتى علاغتنا داخل هذه اللجنة لا تخضع للأهواء الشخصية وإنما تخضع لعمل موضوعي كلفنا به بموجب القانون ونستهدي في ذلك بالدستور أيضا هناك تساؤلات لماذا تم تعديل قانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو لعام تسعة وتمانين لسنة الفين وتسعة عشر التجربة العملية خلال الفترة الماضية وما وجدناه من فساد كبير حقيقة كان فوق تصور أي مواطن سوداني وقد يكون المستمعين والمشاهدين الآن ومن أبناء شعبنا سواء كانوا داخل السودان أو خارج السودان يندهشون حينما يسمعون هذه الغرارات هل كان هذا الفساد بهذا الكم الهائل الغير متصور على الإطلاق نعم وأكثر مما نتصور نحن حتى الآن ولم تتصور حجم الفساد ولكن كانت هناك إرادة هذا التعديل الذي تم في الغانون هو يعبر عن إرادة السلطة الانتغالية إرادة السلطة الانتغالية بكل مكوناتها بأنها تسير نحو تفكيك نظام السلاسين من يونيو وأنا بقوله بكرر سامولة سامولة وأن نسترد لأبناء شعبنا أموالهم المنهوبة وأن يحاكم كل من ارتكب جريمة وأن يقدم إلى العدالة وأن يتلقى محاكمة عادلة يحق له فيها أن يدافع عن نفسه نحن لسنا دعاة انتغام ولكننا نسترد الحقوق لأصحابها بموجب القانون وكل مرافق الدولة بالاستثناء وفي كل المؤسسات ولم يستثني هذا التعديل أي مؤسسة من أن تطالها يد اللجنة أو عمل اللجنة داخلها وأنا أفتكر أنه داء بيفتح الطريق كبير أمام اللجنة لأداء دورة بشكل أفضل أوضا التعديل عرف الفساد لأن الفساد عنده أشكال مختلفة فالتعديل الذي تم عرف الفساد بشكل واضح ويلي يجعل اللجنة أيضا تستطيع أن تؤدي أعمالها دون قمود فيما يتعلق بالتعاريف التي تتعلق بعملية الفساد أيضا هذا التعديل منح لللجنة حماية حماية في تنفيذ غراراتها حماية في أداء واجباتها وجرم كل من يحاول أن يعيق عمل اللجنة أو عدم الانتسال لتوجيهاته أو أوامر بأن شدد عليه العقوبة ولم يكن ذلك في القانون موجود باستحدث في هذا التعديل أيضا بأن جعل من ذلك جريمة كبيرة حتى مسألة الاعتداء أو محاولة المساس بأعضاء اللجنة أو بعمالهم أن هناك عقوبة تصل إلى عشر سنوات من السجن مع القرامة كل هذه التعديلات التي لن أريد ألغوص فيها كثيرا ولكن أقول أنها تهدف وتؤكد بأن الجميع داخل السلطة الانتغالية قد اتجهوا بإرادة واحدة ومنطلغين من خط شروع واحد في إزالة الفساد واسترداد الأموال وفي ذا زي ما أقوله ما في كبير على الغانون وأمكن الغرارات الصادرة السابقة والتي ستصدر لاحقا والتي صدرت اليوم تؤكد ذلك بأن اللجنة ليس هناك كبير أمامها لا بشخص ولا مؤسسة ولا أي مرفق من مرافق الدولة طالما كانت هناك عمليات فساد أو عمليات نهب لأموال هذا الشعب العظيم أنا الأوان أن نسترد هذه الأموال وأن يرتاح أبناء شعبنا وأن يحسوا بأنهم مواطنين حقيقيين لهم حقوق المواطن المتساوية في هذه البلاد لهم حق المأوى وحق العلاج وحق التعليم مثلهم مثل غيرهم استمعتم قبل غليل كيف سيطرت أسرة واحدة هي أسرة الرئيس المخلوع على مساحات واسعة وليست على انتداد كل البلاد بل مساحات حتى في مكان واحد حي كامل يعني يمكن أن يكون لأسرة واحدة وعلى أي أسس وهل يمكن أن يعتبر ذلك شيء من أشكال العدالة للذين يدعون ويتحدثون اليوم بأن هذه اللجنة تصادر نحن لا نصادر نحن نسترد أموال الشعب السوداني هذه الأموال هي أموال الشعب السوداني وليست أموال الذين تسجلت باسمهم هذه العقارات أو هذه الاستثمارات أو هذه الشركات أو هذه المؤسسات هذا هو مال الشعب السوداني يجب أن يعود إلى الخزينة العامة ليستفيد منه كل الشعب السوداني حينما ذكر الأستاذ طه من قبل القطع رغم كذا والقطع رغم كذا هذه بنايات وبنايات شاهدة ومتعددة الطوابق وفخمة كلها من أموال هذا الشعب العظيم ولذلك تعود إليه من خلال وزارة المالية والتي نتمنى أن توظف التوظيف الصحيح فيما يخلق تنمية حقيقية يحس بها كل مواطن سوداني وأن هذه الأموال التي استردت قد غزت دم جديدا في شرعين الاقتصاد الوطني وفي شرعين المواطن السوداني وطنية وثيقة في أن هذه الدولة التي يريد أن يؤسسها في هذه المرحلة الانتغالية وهذه الفترة الانتغالية هي دولة العدالة ودولة الحرية ودولة السلام والعدالة الاجتماعية المواصل أيضا بعض القرارات التي صدرتها اللجنة في هذا اليوم القرار رغم 194 إلغاء تسجيل منظمة ميمان الخيرية واسترداد ممتلكاتها استنادا على المادة سبعة من غانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020 وفقا للسلطات الممنوحة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تصدر اللجنة القرار الآتي نصه أولا إلغاء تسجيل منظمة ميمان الخيرية ثانيا الحجز على كل أموال وحسابات ومنغولات وأصول وعقارات منظمة ميمان الخيرية وفروعها ومغارها ودورها وشركاتها وكل اتصماراتها ثالثا تقول كل الأموال والعقارات والمنغولات المملوكة والمسجلة باسم منظمة ميمان الخيرية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رابعا استرداد العقارات المبينة أدنى من مالكها المسجل منظمة ميمان الخيرية لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واحد القطعة رغم الف ستمية تمانية وسبعين مربع واحد حي البركة الخرطوم بحري ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها الفين متر مربع اتنين القطعة الرغم ميتين تمانية وتسعين على أربعة الحارة الرابعة جريف غرب مدينة الخرطوم والبالغ مساحتها خمسمية تمانية وتسعين متر مربع تلاتة القطعة رغم الف اتنين وتسعين 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 وت باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سادسا على جهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ وهنا فيما يتعلق بالتسجيل التعديل نص بشكل واضح بإي الاسترداد يعني تسجيل القطعة المستردة باسم وزارة المالية والتخطيطات فالذين يقولون أنه لا يمكن تسجيل الغانون نص بشكل واضح بأن الاسترداد يعني تعديل السجيل إلى اسم وزارة المالية التوقيع الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتغالي رئيس اللينا حيننا جماعة الموضوع المنظمات كلها واجهات للنظام كان من خلال هذه المنظمات يتم بها نهب الأموال من الخزينة العامة وفي السابق أصدرنا قرار شمل جمعية الردوان الخيرية وزي ما أوضحنا جمعية الردوان الخيرية كانت عبارة عن حساب بنكي فقط وليست منظمة ويتم تحويل المبالغ المالية من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية العمرانية ومن الطرق والجسور ومن ديوان الزكاة ومن كل مؤسسات الدولة بشكل دورة صب الأموال في حساب هذه المنظمات ثم يتم بسحب هذه الأموال من حساب هذه المنظمات وتودع في حساب للمؤتمر الوطني وأعضاء المؤتمر الوطني وكهي مبالغ طائلة من ضمن هذه المنظمات التي استغلت لنهب هذه الأموال كبري يعني القروش ما أشى لجمعية خيرية وما أشى لمنظمة لا في منظمة لا في جمعية خيرية في حساب بنكي والبوقع في الحساب ذاك هو نفس البوقع في حساب المؤتمر الوطني هو نفسه الموقع في حساب الجمعية وملا في مغر لا في غيره ودي فيها اعترافات وهم الآن من أتحدث عنهم مغبوض عليهم وفي غضة النيابة وإن شاء الله سيقدم لي المحاكمة العادلة طيب غرار رغم 187 استرداد عقارات من شركة لاري كوم للاستثمار المحدودة وزي ما ذكرنا نحن كله ننتهي من ملف بنعلن هذا الملف قبل أسبوعين في المؤتمر السابق أعلننا عن استرداد عقارات من شركة لاري كوم الآن نواصل في عملية استردادنا بعد انتهاء التحقيقات والتحريات حول هذه الأراضي استناداً على المادة أربعة الفغراء ثلاثة والمادة سبعة الفغراء واحد ومن قانون تفكيك نظام السلسين من يونيو تسعة وتمانين وإزالة التمكين للعام 2019 تعديل سنة 2020 وإفغاً لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نص أولاً استرداد العقارات المبينة أدنى من المالكة المسجل شركة لاري كوم للاستثمار المحدودة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واحد القطعة رغم تسعة وسبعين مربع خمسة حلة حمد الخرطوم بحري ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها محل هذا القرار باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثاً على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ توقيع الفريق الرقمي ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتغالي رئيس الليجنة تخيلوا معي هذه المساحات يعني وهي على شاطي النيل في منطقة حلة حمد أكثر من مئة ألف متر في هذه المنطقة مملوكة لشخص واحد غرار رغم مئة خمسة وتسعين إلغاء تخصيص القطعة رغم مئة سبعة وسبعين مربع اتنين السلم الخرطوم استناداً على المادة أربع الفغرة ثلاثة والمادة سبعة من قانون تفكيك نظام السلسين من يونيو تسعة وتمانين وإزالة التمكين لسنة الفين وتسعة عشر تعديل سنة عشرين عشرين ووفقاً لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصر أولاً إلغاء تخصيص القطعة رغم مئة سبعة وسبعين مربع اتنين السلمة محلية جبل أولياء ولاية الخرطوم والمخصصة لغيام مستوصف الطبي بإسم دكتورة سوزام مامون محمد علي حميدة ثانياً الإبغاء على تخصيص القطعة بإسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ توقيع الفريق الرقم ياسر عبد الرحمن حزن العطى عضو مجلس السيادة الانتغالي رئيس اللينا هذا الغرار الخاص بالقطعة رغم مئة سبعة وسبعين مربع اتنين السلمة هذه القطعة خصصت من مصلحة الأراضي لوزارة الصحة ولاية الخرطوم لغيام مستوصف طبي ولكن اغترنا مع تخصيص هذه القطعة بعد وزارة الصحة ولاية الخرطوم لغيام مستوصف طبي بإسم دكتورة سوزام مامون محمد علي حميدة اللي هي كريمة وزير الصحة في ولاية الخرطوم وبالتالي هذه مدعاء حقيقة لفساد وكان لابد من اصدار هذا القرار من ضمن قرارنا أن تظل هذه القطعة مسجلة باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم ويتم بعد ذلك النظر في كيفية الاستفادة منها بواسطة الوزارة المختصة وبرضو دي مباني يعني انشأت فيها مباني كثيرة طيب غرار رغم 196 إنهاء عقد واسترداد أعيان وقف عقارية استنادا على المواد 4 و7 من غانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لعام 2019 تعديل سنة 2020 ويفضل لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نسو أولاً إنهاء عقد إيار القطعة الرغم 3 على 9 مربع 4 جيم شرق الخرطوم المبرم بين هيئة الأوقاف الإسلامية ومأمون محمد علي حميدة ثانياً إنعاغاد نظارة الوقف على العقار محل القرار أرضاً ومدنى لوزير الشؤون الدينية والأوقاف أو من يعوينه وفقاً لأحكام المادة ثلاثة من غانون الأوقاف الغومية لسنة 2008 ثالثاً على ديوان المراجعة الغومي الشروع فوراً في مراجعة حسابات العقد محل هذا القرار وفقاً للعقد ووفقاً لقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 رابعاً على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ توقيع الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتغالي رئيس اللجنة هذا العقار محل هذا القرار والذي أنهينا فيه عقد الإجارة هو العقار الوقف الذي شيد عليه مستشفى الزيتون بشارع السيدة عبد الرحمن بالخرطوم وهناك حقيقة يعني شروط مجحفة كثيرة بهذا العقد المبرم ما بين هيئة الأوقاف ومامون محمد علي حميدة تم التوقيع عليه وبمراجعتنا للعقد ومراجعتنا أيضا لشروط الواغف وأمكن موضوع الوقف هذا حقيقة بيجا مدعاء لمفاسد كثيرة ولذلك نحن نؤكد حينما نعيد النظارة الوقف وفقا للغانون للسيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نتمنى أن نشهد خلال الفترة الغادمة إدارة أفضل للأوقاف الإسلامية لأن حقيقة كلكم تعلمون أنها كانت حديث الشعب السوداني وكانت فيها الكثير من الفساد وقد استمعتم للعديد من القرارات الصادرة من هذه اللجنة استردت بعض الأوقاف إلى هيئة الأوقاف الإسلامية بما فيها عقارات حقيقة بمساحات كبيرة جدا جدا وفي مواقع مميزة جدا جدا لم يسمع عنها الشعب السوداني ولم ترى حقيقة أو تحقق الهدف من الوقف نفسه فنحن سنواصل حتى فيما يتعلق بالأوقاف إلى أن نصل إلى وقف إسلام حقيقي يمكن أن يحقق أهدافه وشروط الواقفين الذين أوقفوا هذه العقارات لله سبحانه وتعالى خدمة للمسلمين والإسلام غرار رغم 200 استرداد عقارات استنادا على المادة أربعة والمادة سبعة من غانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020 وفقا لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصه أولا استرداد العقارات المبينة أدنى من مالكها المسجل عبد الرحيم محمد حسين عبد الكريم لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واحد القطع رغم 374 على اثنين مربع حداشر حي كافوري الخرطوم بحري والبالغ مساحتها 703 متر مربع اثنين القطع رغم 374 على واحد مربع حداشر كافوري الخرطوم بحري والبالغ مساحتها 709 متر مربع القطع رغم 374 مربع حداشر حي كافوري الخرطوم بحري والبالغ مساحتها 1796 متر مربع طبعا 374 374 على واحد 374 على اثنين كل المساحات للثلاثة دل كانت قطع واحدة تخيلوا انه هي فيه لما حينما خصصت لعبد الرحيم محمد حسين خصرت له هذه الالاف من الامتار المربعة في حتة واحدة بعد دق السماء لثلاثة قطع اربعة القطع رغم 189 مربع حداشر حي الردوان الخرطوم والبالغ مساحتها 840 متر مربع القطع رغم 190 مربع حداشر حي الردوان الخرطوم والبالغ مساحتها 642 متر مربع القطع الرغم 191 مربع حداشر حي الردوان الخرطوم والبالغ مساحتها 642 متر مربع القطعة رغم 40 مربع 1 على 2 على باء جيم شرق الديوم الخرطوم والبالغ مساحتها 436 متر مربع القطعة رغم 109 مربع 1 القلعة شمال الخرطوم والبالغ مساحتها 380 متر مربع 9 القطعة رغم 3 مربع 4 على دال شرق الخرطوم والبالغ مساحتها 609.5 متر مربع تسجل العقارات محل القرار باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على جهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ توقيع الفريق الركم ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللينا نحن طبعا بنقول القطعة استلاحة يعني لكن القطعة تشمل قطعة أرض وبناية وغالب هذه العقارات هي عبارة عن بنايات متعددة الطوابق وكبير يعني مساحات واسعة وارتفاعات عالية وتطاول في البليان ولا لدنيا قد عملنا وهذا نعطي أيضا ملخص عبد الرحيم محمد حسين عدد القطعة المشمولة بالقرارات اليوم تسعة قطعة مساحة ستة ألف وسبعمية سبعة وخمسين متر مربع وكلها في مناطق مميزة تقع في مدينة الخرطوم وفي بحري نورة دائم إبراهيم محمد عبد الله عشرين قطعة مساحة بالمتر المربع سبعة عشر ألف خمسمية أربعة واربعين متر مربع تتوزع ما بين الخرطوم وبحري ومدرمان أسرة عبد الله حسن أحمد البشير وأشيقائي اثنين وتسعين ألف متر وسبعمية وسبعة شركة لاري كوم خمسين قطعتين خمسين ألف القطعتين دل خمسين ألف وخمسمية خمسة وأربعين متر في حلة حمد على شاطئ النيل الأزرق بالخرطوم بحري مجمل المساحات المستردة بالأمطار المربعة في هذه القرارات مية سبعة وستين ألف وخمسمية ثلاثة وخمسين متر مربع يعني أنا حقيقة البعض يعني تعجب ولذلك أقول كل ما عملت اللجنة بهذا الانسجام وبهذه الروح في أن تحقق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه اللجنة كل ما ازداد المتأثرين بهذه القرارات والذين كانوا يدعون النقاء والطهرة وأنهم لا يمسون المال العام وأسألون إذا شفت فوقنا حاجة مختلفة لما نجينا بنقول لما نجيت كنت لا تمتلكوا ولا مترا مربعا بجمهورية السودان والآن تمتلكون هذه المساحات الكبيرة وأفتكر أن هذه القرارات هي كافية لأن تقول للشعب السوداني بأن المعركة معركة التغيير مستمرة وإرادة إعادة البناء على أسس على البلاد إعادة بناء سودان على أسس جديدة أسس المواطنة الطهر النغاء الشفافية وبعدين ما في زول الفساد ممكن في أي عهد يصهر فساد ولكننا نواجه الفساد بالمساواة أمام الغانون بالرغابة وأنا أحيي كل الإعلاميين والإخوة في الصحافة بأن كثير من هذه القضايا قد غاموا بتحقيقات استقصائية فيها قبل سنوات ولكنهم لم يستطيعوا بسبب هذا النظام الذي تسلط على رغابة الشعب السوداني والذي أسقطتوا هذه الثورة العظيمة لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصلنا إليه الآن نقول جهودكم كانت بداية حقيقية لهذا الذي يتم الآن يجب أن نواصل ويجب أن تظل الصحافة الرغيب على المسؤولين خلال الفترة الانتغالية ما بعد الفترة الانتغالية نوجه نغوم وكما ذكر الإخوة أعضاء لينا من غبلي ليس هناك كبير في أن تطاله يد العدالة ولا يد القانون ونقول نحن على عهدنا إلى أن نحقق أهداف هذه الثورة العظيمة وأن نوفي للشهداء بأن دماؤهم الطاهرة لم تذهب هدرا وإنما أسست لغيام جديدة ودولة جديدة أساسها العدالة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا